عشرة مليارات دينار عراقي ومنذ عام 2021 خصصت لتطوير مبنى جامعة سامراء حولت إلى خزانة المحافظة وعلى الرغم من طول المراجعات من قبل رئاسة الجامعة التي أكدت أن لا شيء صرف ولحد اليوم تم تخصيص مبلغ 10 مليار لجامعة سامراء ولكن نزلت بشكل ما نفهم لماذا نزلت في حساب المحافظة وعلى الرغم من ذلك احنا تواصلنا مع المحافظة في زمن المحافظة السابق وبشكل مستمر ودائمي وكملنا كل إجراءات المشاريع والتخطيطات واجداء الكميات ولكن للأسف انتهت السنة ولم يدرج لنا أي مشروع وبالتالي لا نعلم بالضبط ما هو مصير المبلغ العشرة مليار هل سيتم تدويره أم أهله والصرف أم لا هل حول إلى أشياء أخرى لا نعلم حقيقة ما هو مصير هذا المبلغ مراقبون وصفوا إدارة المشاريع في المحافظة بعبارة الفساد والمفسدين متأملين من المحافظة الجديد البحث والأفصاح عن مصير العشرة مليارات وتخصيصها لخدمة الجامعة شنو السبب أن المحافظة تأخذ هاي المبالغ وما تنطيها للجامعة من 2021 وليوم احنا بال2022 نتمنى على حكومة محافظة صلاح الدين الجديدة أن العشرة مليار تخصصها لجامعة سامرة لاستثمارها بمشاريع استثمارية لا سيما أن المشاريع المتوقفة في جامعة سامرة كثيرة موقع جامعة سامرة جديد منذ أكثر من عشر سنوات متوقف نتمنى على حكومة محافظة صلاح الدين أن تبين العشر مليارات والراهة واحدة من خفايا الفساد التي أهلكت هيكل المحافظة يوبناها التحتية فعلى الرغم من تخصيص وصرف الأموال للتأهيل والتطوير تبقى ولسنوات مجهولة المصير